على مدار عشرين عاماً سيطرت خيول ستابلي جودولف على أشهر السباقات في العالم وباتت سباقات الخيول صناعة تستقطب استثمارات ضخمة وفي القلب من هذه الصناعة عائلة محمد بن راشد المكتوم الحاكمة في إمارة دبي ذلك الرجل الذي يتمتع بعلاقات قوية مع القصر الملكي البريطاني والأثرياء وذوي النفوذ بيد أنه أعرب في بيان له عن صدمته مما حدث ووعد بإجراء مراجعة لكافة الإجراءات المتبعة في ستابلي جودولف لمنع تكرار الفضيحة تم إطاء منشطات للخيول ممنوعة منع بات ونحن إزايا رجل هو الأكثر استثماراً في سباقات الخيول على مدار تاريخها ورجل لطالما تزعم حملات من أجل نزاهة السباقات الأمر في غاية الغرابة قواعد مراقبة طاعات المناشطات في بريطانيا هي من بين الأشد صرامة على مستوى العالم وقد أخذت عين من 45 جواداً من جودولف على وجه الخصوص بعد تسرب معلومات سرية عن إعطائها مناشطات وتقع المسئولية في إعطاء أي شيء للخيول على مدربها الإماراتي محمود الزرعوني لذا لا يمكنه للدعاء بعدم معرفته بالقواعد المنظمة للمناشطات التي وجدت في عينات 11 حصاناً من بينها المهرة سيرتيفاي والتي منعت إثر الفضيحة من دخول سباق الألف جينيز المقرر في بداية الشهر المقبل في مدمار نيو ماركت ولكن ما العمل إذا كنت ممن راهن على المهرة الرابحة؟ مكانة المهرة السيرتيفاي تضاهي مكانة وين روني في عالم كرة القدم لكن الفضيحة كان من الممكن أن تتسبب في خسارة قدرها مليون جنيه سترليني للمراهنين عليها ولكن لأن الفضيحة في غاية الغرابة فإن مكاتب المراهنات سوف تعيد الأموال للمراهنين النزاهة هي العنصر الأهم في سباقات الخيول لذا بات من المرجح أن يمنع مدرب خيول جودالف من ممارسة عمله لسنوات عدة لكن سباقات الخيول في بريطانيا لا تحتمل خسارة استثمارات دبي الطائلة فيها بأي حال من الأحوال